فضيلة الشيخ حفظكم الله من يشق عليه وضع الجبهة على الأرض هل يضع كفيه ويكفي أم لا بد من ملامسة الجبهة لموضع السجود يضع واقيا دونه ودون الأرض من فراش أو يضع مثلا طرف غترته أو عمامته يسجد عليها كما كان الصحابة يصلون الظهر والأرض باق عليها حرارة فإذا شق عليهم السجود على الأرض فإنهم يضعون عمائمهم ويسجدون عليها مع الرسول صلى الله عليه وسلم